لو تذكر حضرتك اتكلمنا اكتر من مرة واخرهم كانت مقدمة الاسبوع اللي فات عن السيسي راعة الفضيلة اللي بيستخدم ما هو مفيش حاجة اللي بامره محتوى منافل للاخلاق وقلت لك ايه الهدف وليه الاعلام بيعمل كده هذا الجزء خطير جدا وللأسف حصلت كرسى خلتهم يلفوا حوالين نفسيهم لكن مصر اللي بتدفع التمن تعالى بس نشوف جزء من اللي قلناه في الاسبوع اللي فات دي كان اخر حاجة لان الايام للأسف الشديد اثبتت ما قلناه يبقى يناير ذكرى قليمة للعسكر اللي بيحكموا قبضتهم على البلاد سبعين سنة الا سنتين وكأنهم ما كانوش بيحكموا طيب نشغل الناس بايه في شهر يناير نشغلهم بايه نكثف القصص الجنسية وفي نفس الوقت نظهر كحراس للفضيلة احنا انقضناكم من الدولة الدينية بس احنا مش منحلين احنا فيه شين فضيلة وشرف نضرب ثلاث عصفير بحجر واحد زي ما بيقول عندك على سبيل المثال اهم ثلاث عنوين في الايام القليلة الفائتة من السنة الجديدة عشرين واحد وعشرين واحد التركيز على تصريحات مشينة لرانيا يوسف المعتادة على تلك التصريحات والافعال الخارجة لجذب الانتباه حفل زفاف داخل غرفة النوم العروسة والعريس والمعازين بامصان النوم ده ترند في مصر لقدوا الكلامسين ارواب ستان كيف بدأت القصة مين اللي دخل الاول مين اللي قالع الاول حاجة مقززة وما زال الشعب في انتظار لهو الراعي الفضيلة عشان يوقفهم عند حدهم خبر ثلاث تورتة جنسية في حفلة نادي الجزيرة عواجل طول الاربعة وعشرين ساعة لا يمكن دي تكون صدارة العنوين في بلد بيتم اغلاق عشرات المصانع والشركات فيها وتشريد عشرات الالاف لا يمكن دي تكون عنوين المخابرات انه لا يسمح باهتزاز قيم الاسرة المصرية في حين الاسرة المصرية دي ما بتهتزش من الظلمة او الفساد او تكميم الافواه او خروج العيال براءة بتوع احنا نحكم ما نتحكمش في الزحمة خرجوا براءة لا يمكن تورتة تهز قيم الاسرة المصرية الغارقة في بلاد متوقة بالسجون والمعتقلات وصحق جرامة البشر كانت زمان سياسة بص العصورة دلوقتي بص الوساخة بص النجاسة قربوا تفرج احنا بيحكمنا عسكر انجاس مهما حطوا على وجههم من مساحيق سيبقوا انجاسا ده اخر حاجة قلناه موضوع ده خطير جدا وحذرنا منه مرارة وتكرار واستفحل نتيجة ما ذكرته لحضراتكم مش عيد الكلام ونتيجة ايضا مباشرة لان كل المواقع والتلفزيونات الصحف والراديوهات ممنوعة لها الكلام في الحاجات اللي بجد يعني فيش موقع مسموح له ان يتكلم في السياسة حقيقة يعرض اراء اخرى يعرض مشاكل البلد فيش حد مسموح له ان يعرض المشاكل عشان مصر بتستهوى انت عارف تقفل الشباك سورة مصر حدش يعرض الحكايات يعرض صوت الاستغاثات انتقادات للي بيحصل كل ده ممنوع كل ده ممنوع كل كلام حقيقي ممنوع كل كلام حقيقي يهم الشعب بجد ممنوع طيب المواقع بقى دي ساعات البث الطويلة والصفحات دي والمواقع المهببة دي تتميلي بايه تتميلي بحاكتين حضرتك كورة وفنانين كورة وفنانين عشان بس ما نجمعش وللأسف قصص هبطة قصص داعرة وجنسية ده المحتوى في مصر بشكل مؤسف جدا لايه يمكن البلد تكون كده انما هو اللي مصدر الصورة كده للاسباب اللي قلناها والسبب الفراغ المواقع دي هتعمل ايه تعمل ايه فستان دا قص فستان دا طال السجادة الحمرة السجادة الزرقى الليلة الحمرة المنيلة على دماغ اللي جابوهم كده يعني الدنيا ماشية كده وساخة وسفالة بشكل غير مسبوق ايه التطور اللي حصل بقى قنبيلة اللي فرقعت في وشهم خلتهم يتراجعوا ويعترفوا بالمصيبة كالعادة الايام اللي فاتت تلات اربعة ايام اللي احنا اليومين الاجازة واليومين اللي ضفناهم على الاجازة يعني بعد سمحكم لينا يعني بنعتبركم سمحتهم لينا العنوان الرئيسي في مصر اللي متصدر في كل مكان بعيدة عن بعثة تنادي الاهلي اللي ما تستهواش عشان الكورونا ما تقاملش اي حد بعيدا هذا العنوان ده العنوان العنوان التاني عن تيلة المحلة حاجة قبل ما سمتوريهم اي حاجة طبعا مش هنقدر وريك اي حاجة انا بس اللي هو شيء في منتهى القزارة والنجاسة شيء والله العظيم غير مسبوق عن تيلة المحلة المشهد بدأ من من معقل الدعارة الاعلامية اللي بقى اشفق على 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 يعني اشباه صحفيين حتى ان يكونوا فيه ما اعقل الدعارة الاعلامية في الوطن العربي كله يوم الساعة عن تيلة المحلة ما حضر شرطة يكشف عن تيلة المحلة زوج يفاجأ باربعين فيديو اباحي لزوجته على فلاشة باربعين فيديو اباحي مش ممكن يعني يعني موضوع مية في المية بقى مجرمة كانت عايشة بص حضرتك بص حضرتك اليوم الساعة بشكركم جدا على اللقطة دي والله كانت عايشة حياة مرفاهة زوج عن تيلة المحلة يكشف مفاجآت صادمة بالفيديو عن تيلة المحلة جريمة باربعين فيديو جنسي والزوج اخر من يعلم فيديو قدم اليوم السابع لده مش فيديو بس مباشر بس مباشر يا فجر فاعراض الناس محامي زوج عن تيلة المحلة النيابة تستدعي المتهمة اكد كريمة عبدالهادي زوج المعروفة اعلاميا بعن تيلة المحلة ولا معروفة ولا حاجة ده هو موقع الدعارة الاعلامية ده سبب كل حاجة وكل خد منه الكل خد منه القصة الكاملة نضم بقى الوطن وصدى البلد وكل الوسخات حكاية عن تيلة المحلة 40 مقطع جنسي زوج طبيب المحلة يقدم الدليل للنيابة حمدي دبش برايم قراء زوج طبيع عصرته على فيديوهات اباحية لها بالصدفة المصيبة ان اليوم السائع اعلن عن اسم الست عن تيلة الغربية لا اخبار اليوم بتجود من عندها عن تيلة الغربية شاب يكتشف 40 فيديو اباح لزوجته مع اخرين بالصدفة المصيبة ان اليوم السائع اعلن عن اسمه وعنوان تلك الطبيبة تلك الدكتورة ولقاءات مع جزها وننفرد وبتاع والله اللي يشوف الحكاية يقود ان دي مش بلدنا ولا دي مصر ولا دي اهلاها الطيبين اللي لعيبة فيها استثناء موجود العيب والغلط والحرام موجود زي موجود من فجر التاريخ من ساعة قبيل وهابيل لما ولاد آدم عليه السلام قتله بعض لحد ما يارث الله الأرض وعليه موجود لكن دي مش بلدنا ولا دي سورتنا فشوف انت الموضوع لسه لا فيه حكم محكمة على اساس ان حكم المحكمة في مصر ناصعة البياض يعني لا يعتريها الباطل والميزان مظبوط ولا فيه ادانة ولا اي حاج اعلنوا شهاروا بالست اسمها وعنوانها وكل حاجة عنها السد دي طلعت بريقة ايوا السد دي طلعت بريقة الموضوع كله طلع خناء عائلية اهو الله العظيم انا عايزك تتخيل السد دي باهلها وولادها وجرانها وزميلها الدكاترة والممرضات والمرضة اربع ايام من الجحيم عشتهم بنا قدمة الايام اثبتت ان ربنا سترها وما فيش اي حاجة تسوقها طلعت خناء عائلية يا جماعة والراجل عشان ما يديش السد تحققها اتفق مع المحامي بتاعها انه يشوه سمعتها قوم اليوم السائع دعارة اعلامية روجت لتلك الكذبة وصار خلفها كل الاعلام اللي هو زي ما بقولك فوق التعليمات عنده فراغ يتكلم في ايه لا يقدر بلد يتكلم في موضوع عسقلان تلقى بيه بعسقلان ها اللي هو الامارات حبيبتنا اللي راح اتعملت اتفاق عشان تطلق رصاصة الرحمة على قناة السويس يتكلم في موضوع زي كده يتكلم في التنانون سنافين مساء اخرس ما حدش يفتح بوقه هكذا قال العنتيلي الكبير هكذا قال حدش يفتح بوقه يتكلم عن مجل الشعب المزور كله من اوله لاخره ويرقاسه خايل البلاد ما يتكلمش عن كده يتكلم عن شكاو الناس اللي احنا بنجيبها طول الليل والنهار يعرض انتهم وقالمهم ما حدش يتكلم عن كده يتكلم عن الصحة والتعليم اللي قالك فين الناس عملته ايه في تنظيم الناس يتكلم في كده ما يتكلمش في كده عنده حقتين الكرة ومصمصه تركي قال الشيخ مصمصه ومصمصه مرتضى منصور والدنيا ما بقيتش فيها يعني ما فيش قدامه غير الزبالة والوسخات طلعت الخناء اخناء عالية والراجل جزها المجرم تواطق مع المحامي شويه صورة هذه السيدة وبعد كده التحريات قالت لك انها بريئة بعد ما قتلوها بدون اي مبلغة قتلوا الست دي معنوية والقتل المعنوي اوعى تتخيل انه اقل آلما اوعى تتخيل ان القتل المعنوي اقل ألماً من القتل الحقيقي الناس بتتخيل لما بنطعطى وإحنا رجال مع الأخبار القذرة والنيكسة اللي هم بيروجوها ها؟ ما عندناش بقى حد يعمل تحريات يؤكد إن كده إن الموضوع عادي لا والله ما عادي لكن تصدقنا بأعراضنا تخيل بقى لما تكون ست وست معروفة يعني وفقنا معروفة وإنت فضحتها بإسمها وإنوانها وتطلع التحريات تثبت براءة عن تيلة المحلة من اتهمات زوجها بالزنا حسبي الله ونعم الوكيل كشفت مصادر في مدرية أمن الغربية أن كل التحريات التي أجراها زباط فرع البحث الجنائي باسم شرطة تاني المحلة الكبرى في البلاغ اللي قدمه يتهم زوجته طبيبة بيطرية بارتكاب جريمة الزنا ومراسل الفحش أثبتت عدم صحة الاتهمات الموجهة للزوجة التي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار عدد زعم الزوج أنها تظهر زوجته وتمارس الرزيط ودلت التحريات على أن الزوجين ارتبط رسميا قبل ثلاث سنين وأقام معا في شقة بمدينة المنصور قبل أن تنتقل الزوجة لقام مدينة المحلة وشهد لها جيرانها ومعارفها بحسن الخلق كما أكدت مصادر أمنية أن محامي الزوج قدم للنيابة فلاشة تحتوي على مقطع فيديو وحيد لا يظهر شخصا بعينه خلته اليوم السائع أربعين فيديو مقطع فيديو وحيد لا يظهر شخص بعينه وبعد ما شوية صورة الست ابتدت بعض المواقع زي اليوم السائع اللي نشرت يجي عشرين خبر في الموضوع تمسح الأخبار مش تعتذر وتقر بالجرم المشهود لا تمسح الأخبار والقنوات تمسح ونشأة ديه يكتب اللي قلناه وطلع الباز يقول لك احنا غلطنا معلش غلطنا لأنه خلال أعمل فاتت كان الحديث عن طبيبة المحل اللي الإعلام كله سوشال ميديا سموها وإحنا متورطين في دا الحياة أنا بأعرف لحضراتكم سميناها عن تيلة المحل طبعا هو بيقول ليه متورطين لأنه رئيس تحريط دستور 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 يا سيادنا لفضل تنشر تلك النجاسة أكتر من 72 ساعة قال لك احنا كنا غلطانين وروّجنا الغبر غلط جلنا بقى في الإعلام السوشال ميديا والمواقع والمحامي بتاعه طلع يتكلم وهو طلع يتكلم ومحد السمع الطرف الأخ وإحنا وقعنا أنا بأعترف لحضراتكم على هوا إن إحنا وقعنا في هذا الفخ فخ هذا الزوج وهذا المحامي وساهم الإعلام فيه تشويه سمعة سيدة دون أن نسمع جلنا بقى هذا المشهد يوريك هذا النظام الفاجر دستور زوج طبيعة المحل اللي عثرتها الفيديوهات إباحية لها بالصدفة ويستحيل محمد الباز طبعا هذا المشهد ليس الأول حضرك على يقين المشهد دا تكرر آلاف المرات لكن لأن لو الطبيبة البيطرية اللي قتلوها معنويا لو كانت بقى إخوان أو لو كانت ناشطة أو من الشراكيين أو من ستة إبريل كان استمر الطعن في عرضها بلا هواد وبلا أي حاجة دا ربك ربك اللي سطر عليها في النهاية قال لك أصلحنا ما سمعناش الطرف التاني صور اللي مقدمها 40 صورة منها صور مع سبت إن دول كانوا زملائها في أماكن عامة لما كانت شغالة في شركة أدوية قبل ما تتجوزوا مفيش وهم إنه فلاش عليها 40 فيلم جنسي يا جدعو بتاع الحدودة باختصار كده آه باختصار مفيش 40 فيلم جنسي ومفيش صور دكتورة يعني بايترية عندها عشرة مش أقولك مئات عشرات الزباين اللي عندها قطة واللي عنده كلب واللي عنده بيربي مواشي يعني عندها طبيعي يعني طبيعة تتعامل إزاي يعني دكتورة دي آه بيترية ما هدول مع الحيوانات دي ربنا يا إز قدركم ليه أصحاب يعني قالك ما سمعناش الطرف التاني اسأل نفسك بقى بضمير بنص ضمير يا أخي كم قضية ما سمعوش فيها للطرف التاني أصلا في مصر أوعى تتجرق وتقول جملة ما انت ما تجيبش الطرف التاني احنا بنتحدى كل ليلة وما زلنا نتحدى ان أي طرف تاني يخش يرد من غير ما نعترضه بمنتقى الاحتراب أي طرف تاني لو كان العميل الصهيوني ذاته ولا يجرق أي حد ان يخش يرد لأنها عصابة لا يجرق قولنا في أي وقت يطلع مندوب يكتب على صفحيته كده مندوب وزارة الصحة مساء سكرتيري وزارة الصحة مساء تقول على فكرة المعلومات يقول لهم معتزة كذبة وإحنا لينا حق الرد عشان نحرقه قدام جماهيره اللي هي مخدوعة حد الشجرق يعمل كده لا يمكن الباب كان وما زال وسيستمر مفتوحا لأي رد حقيقي نعم انت بص بقى بص بقى على كم حكاية ما سمعوش فيها للطرف التاني انت تلاقي نفسك عيلين عليك 300 أو 400 اتهام ما حدش ينشر ردك كم شخص شوئ شخص تشمل الذكر والأنس هو هتفتكر ان السمعة للراجل للست بس كم شخص شوهت سمعته في تلك البلاد بكذبة من النظام الداعر ده حملات تشويه حصلت آلاف المرات لناس ما حد سمع ردهم ويطلع اديه بعد الفضيح هيقولك نفس الكلام اللي قلناه اديه ولسخرية الأقدار اديه منبع من منابع القدارة والاتهمات الجنسية التي لا تتوقف هو اللي بيقولك الكلام ده ما يجرى على أرض مصر الآن من مشروعات قومية عملاكة تبحك جميع ستغير حتماً وكان من الطبيعي والبديهي والمنطقي والأخلاقي أن تكون منصتنا الإعلامية عبر الوسائل عاكسة ورجع صدى لتلك المشروعات ومن ثم تنتقل تلك الحالة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتخلق حالة لكن الحاصل أن العديد من منصتنا ومنابرنا تجهلت ما يجب أن تهتموا به بصوا يا خدا فين واتجهت مندفع إلى منطقة نائية عن جغرافية الفكرة الحديث عن طبيب متحرش بمرضاه وزوجة ضجع 40 وحفل جنس جماعي وقعت اغتصاب رقمي إلى آخر هذه الحوادث التي لم يعرفها المجتمع إلا من خلال الزخم والاهتمام الإعلامي أنتم من خلالنا إحنا كأوساخ عن نشعة الديهي وأصدقائه أتحدث من خلالكم أنتم يا أوساخ الحقيقة أن الإعلام يرتكب جرائم في حق المجتمع بتسليط الضوء على وقائع ربما تكون غير حقيقية من الأساس ويتم ذلك التناول قبل أن يكون هناك اتهام رسمي من جهة التحقيق المعنية كيف يمكن أن يقبل المجتمع الحديث باستفادة عن طبيب أسنان قبل قيلة وأشيع بأنه تحرش وهتك أرض بعض مرضاه وهم من الرجال بل خرج علينا أحد هؤلاء قيل أنه ممثل رغم أنه لم أرى له عمل في الحياة اللي يتحدث ويتفقر عن محاولات الطبيب التحرش به ثم نتبه هذه الحكاية المقززة وننسى الجميع الأثار السلبية على المجتمع والأسرة وسورة مصر في الخارج وحسنا فعل المجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيقات عاجلة ووضع حالة حد لهذه الحالة من الفوضى العارمة مع ضرورة الحفاظ على الحرية لكن الحرية المسؤولة آه ده ديهي اللي آما قاعد يشتم ناس ويشويهم فكرك بجزء من الشتايم اللي قالها بس علينا من غير دليل ولا بينة ولا برهان غير ناس كتير بيتم اغتيالهم معنويا كل يوم في أوسخ ماخور عرفته البلاد عبر التاريخ الكلب معتز مطر مبرح بالليل نشرنا العقد بتاعه بتاع الستين ألف دولار والخراب اللي عنده في القناة طالع الراجل باب ومنتهى الوقاحة بقول لك شوية علي عادي عادي فتاة ليل فيلم سيكسي يعني أنا آسف يعني هاتشاف اكتر منه الموضوع مش بالبعارض الروية الموضوع بالاحترام والمحتوى الموجود احنا مش هنتحق على بعض والله والله معتز مطر ده عبارة عن نطفة نطفة محرّة عديم الشرف عديم محمد ناصر بقه ايه هتقول تربيت حواري لا ده تربيت حانات ده بالتأكيد لم يرضع من عصام حجي احد هذه العاقات بتتكلم عن الثورة اكنه يعني امه هي اللي بتشيل راية الثورة وابوه امه فوق وقولك تصورة صورة هو قاعد شغال يشتفى مصر داير زي فتاة اللي شتايم وقذرات وتشويه صمعة ناس بلا اي دليل ووصف الممثلين وناس كتير بشتايم يقولك الاعلام اسرف في الاشياء غير الاخلاقية ويطلع المجلس الاعلى الاعلامي يقولك في اسراف الحاجات اللا اخلاقية اللا اخلاقية الاعلى الاعلام تحقيقات عجلة مع مواقع وصحف بسبب الاسراف في نشر القضايا الاخلاقية هاتلي اسامة هيك هاللي بيأكد ان مفيش اصلا مواقع ان الخبر بيجي الكتروني الكتروني تحقيقات عجلة مع مواقع وصحف بسبب الاسراف في نشر القضايا الاخلاقية وهم دول المقززين اللي بيشويهوا صمعة آلاف البشر ويستخدموا كل شيء في ترويج الأكاذيب كل شيء والقدرات أسهل حاجة بلا أي حاجة طب يا عم دليل برهاج الأم والأب والقزارة شيء بقولك المصيبة كانت يعني كانت